الإدمان على الإنترنت والسلفي خلال نفسي هذا ما يعتزم خبراء منظمة الصحة العالمية الإعلان عنه بحسب كبير خبراء الأمراض النفسية في موسكو الطبيب بوريث سيغانكوف الذي أشار إلى أن الخبراء يعملون على إعداد قائمة التصنيف الدولي للأمراض النفسية التي سيضاف إليها الإدمان على التقاط صور السلفي واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ولفت الطبيب الروسي إلى أن الإدمان على الإنترنت لا يدخل حتى الآن في قائمة تصنيف الأمراض النفسية لذلك يصعب على الأطباء في موسكو تشخيصه وعلاجه وفي السياق لفت موقع M24 الإلكتروني الروسي إلى أنه في حال إدراج ما تقدم في قائمة التصنيف الرسمي للإدمان فيمكن علاجه بواسطة الأدوية الخاصة بطب الأمراض النفسية